بيم النيوزلاند بيتكلم هنا لبيندكس اتش اي بروجيكت بيم اكسو جنبلان ده مثال لبيم اكسو جنبلان بيقولك على بعض العناصر المفروض تبقى موجودة فيه فممكن ان انت بتعمل لوحدك بدون بليد دوت تنسى حاجة فهو بيفقرك بيها انه بيقولك مين اللي عمل الحاجة ديت بعد كده بصف المشروع واسم المالك والمكان بتاعه وبصف المشروع ونوع العقد والتواريخ التسليمات والاشخاص الاساسيين اللي حصلت مشكلة التسليمين التلفون بتاعهم والامين الاهداف من المشروع كل فيه حاجات تبقى لازم تتعامل ومثلا فيه حاجات ممكن يعني الديجزة الاسيت دي خاصة بالفصالة المانجبنت متوسط ممكن احد يكون عمله عنده هواي فدي مجرد بس امثلة وانت تشوف ايه انت عايزه بيم يوزر سبسابلة بارتس الاستخدامات وايه الاقسام المهمة بتنمى بيها ولو فيه اي كومنتات خاصة بيها نبدأ نكتبها البروجيكت تيم ادشنال بيم يوز فورتس برويكت انفورميشان مانجميت اكشنج هنتبادل معاملات ازاي الاستخدام بتاع الحاجة ده الاقسام المهمة فيها النقطة دي يعني ممكن فيه بعض الحاجات تبقى مهمة المعمارة وانشايفة مهمة للامي بي والعكس السوفتوير الفيرجان وهكذا دي هنتبادل المعلومات امتى ممكن مثلا نتفق ان احنا هنتبادل كل طبوع والتواريخ مثلا كل يوم ثلاث هنا وحدة القياس المدانة المدانة التالي توفر الاشتراك التالي ترجمة نتعلم مرة واحدة بمكشون بلاند مرة واحدة فيه اتزاين كوردينيشن لو احنا ممكن نتفق انه يبقى سكايب لان مثلا فيه ناس في الدول اخرى البروجيكت الدريفرابور اللي هتسلم في اخر مشروع هتبقى بينات الددات الكواليت كنترول شك عن اساس نقول ان الموديل ده سليم الرفرس دوكمنتيشن بمقربيا ستاندرد